مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب من هو الله؟ وما هي صفاته؟ وما الذي يجعل الله إله مختلف عن بقية المخلوقات؟ ما الذي يوجد في الله يجعله مختلف؟ ما هي الصفات التي لا يمكن لله أن يشارك فيها أحد؟ يعلمنا الكتاب المقدس أن الله عنده صفات لا يمكن هذه الصفات أن يشترك فيها أحد من البشر تسمى هذه الصفات صفات العظمة، صفات الكمال لكن من ضمن هذه الصفات، صفة الوجود بالذات، أن الله موجود بذاته، لم يجده أحد صفة أيضا كلي القدرة، فالله واحده كلي القدرة يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر الله أيضا كلي المعرفة والعلم الله أيضا كلي الوجود وكلية دي، التلات صفات اللي يطلق عليهم كلية القدرة وكلية المعرفة وكلية الوجود هذه الصفات مهمة جدا وأساسية وهي التي تجعل قدرة الله مختلفة عن قدرة الإنسان ومعرفة الله مختلفة عن معرفة الإنسان ووجود الله مختلفة عن وجود الإنسان اليوم أريد أن أتحدث عن الله كلي الوجود أو زي ما حطيت عنوان الحلقة أين يوجد الله؟ الله موجود فين؟ وهل الله موجود في كل مكان؟ ولا الله مش موجود في كل مكان؟ أين يوجد؟ وهنا سنرى أنه يوجد اختلاف كبير بين الإيمان المسيحي في عقيدة وجود الله الكلي والإيمان أيضا الإسلامي في عقيدة الوجود الكلي لله واختلاف جوهري وأساسي لكن أين يوجد الله؟ قبل أن أتكلم عن هذه الاختلافات خليني أبدأ بشوية تعريفات معنى الوجود الكل كلمة أمني تعني كل باللاتيني omnipresence يعني موجود في كل مكان الوجود الكلي دايما بقول omnipotence اللي هي القدرة قدرة الله الكلية فمعنى الوجود الكل ماذا نقصد بأن الله له وجود كلي؟ ماذا نقصد بهذا الإيمان؟ الوجود الكل لله بحسب الفكر الكتابي هو أن الله موجود خلوا بالكم من كل تعبير وكل كلمة لأن هذه الكلمات مهمة جدا جدا في تعريفاتنا للعقيدة المسيحية نحن نؤمن أن الله موجود بكامل شخصه في كل مكان الله موجود بكامل شخصه في كل مكان فالله هو خالق الزمان وخالق المكان ولهذا فهو يسمو فوق كل محدودية للزمان وللمكان لكنه موجود بكامل شخصه في كل مكان طيب اشرحها لنا شوية حاضر لما نقول أن الله موجود بكامل شخصه في كل مكان لا يعني أن الله كبير الحجم فجزء منه موجود في مكان وجزء آخر موجود في مكان هذا ليس الإيمان المسيحي يعني زي لو حابنا نتخيل أنه يعني شخص كبير جدا أو ضخم جدا كويس فتلاقي للأسف يعني التشبيه لا يمكن أن ينطبق على الله لكن شخص كبير الحجم فتجد أنه واخدت كرسيين مثلا وقعت فمننا لا نقصد أن الله موجود في كل مكان أن الله كبير أوي أوي ضخم جدا جدا للدرجة أنه مثلا جزء منه موجود في مصر وجزء آخر ممكن يكون موجود في بلد أخرى هذا ليس إيمان المسيحي عن الله لكن الإيمان المسيحي أن الله موجود بكامل شخصه ولو حابنا نحطها كتعبير إنجليزي للجزء ده in the totality of his being بكامل شخصه يعني الله لما يبقى موجود في اجتماع لما يبقى موجود في وسط جماعة المؤمنين لما يبقى موجود مع المؤمن لما يبقى موجود في مكان الله موجود بكامل شخصه في كل نقطة وفي كل مكان بس خلوا بالكم هناك تعليم مضلة كثيرة جدا بتحاول إنها تحور في هذا الجزء ومن هذه التعليم أن الله موجود في كل مكان يعني الله موجود في خلقته الله الله وخلقته واحد فهو موجود في الشجرة وموجود في الإنسان وموجود في الحيوان وموجود في الشمس وموجود في الأمر الله مندمج يعني هو هو وخلقته واحد هو والكون واحد وهو موجود في كل المخلوقات هذا ليس التعليم الكتابي This is the panthism أو تعليم إن الله موجود في كل مكان وإن الله موجود في كل شيء دي تعليم مضلة ليست التعليم المساحية لكن نؤمن أن الله منفصل عن خلقته الله منفصل عن خلقته الله ليس هو خلقته وخلقته ليست هي الله كويس فالله شخص منفصل بذاته لكن الله موجود بكماله في كل مكان ما يرى وما لا يرى كويس طبعا هذا ليس هو التعليم الإسلامي عن وجود الكل إلى الله فالتعليم الإسلامية تعتبر المنادات بأن الله موجود في كل مكان بدعة وإنها هرتق وإنه دي تعليم ينبغي أن يقام الحد على من ينادي بها أرى لكم بعض الأشياء من الإجابة الصفحات الإسلامية الرسمية الخاصة بالفتاوي الإسلامية والإجابة على أسئلة السائلين السؤال الأول من الفتوى رقم خمسمية خمسة خمسة ٢٢١٣ كيف الرد على القائلين إزاي نرد على القائلين بأن الله في كل مكان فهو بيعتبر أن القول بأن الله في كل مكان ده يعني تعليم غير صحيح كيف الرد على القائلين أن الله في كل مكان تعالى عن ذلك ومع حكم قائلها بأي شيء فضل رسول الله على سائر الرسل بأي شيء فضل الله سبحانه وتعالى إلى آخر الجواب أولا في نقطتين حط في نقطتين الجواب في أولا العقيدة أو عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه بذاته وهو ليس داخل العالم بل منفصل وباء عنه وهو مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء الله قاعد على عرشه والبعض يقول لك هذا العرش يعني أكبر من الكون اللي ربنا خلقه فبالتالي هو محتوي الكون ومنفصل عن الكون لكنه محتوي لكنه قاعد على عرشه وهو ليس داخل العالم ليس داخل العالم بل منفصل وباء عنه والله والله موجود الله موجود بعلمه وليس بشخصه الله موجود بعلمه ولكن ليس بشخصه الإجابة النقطة التانية من اعتقد أن الله في كل مكان فهو من الحلولية ويزد عليه بما تقدم من الأدلة على أن الله في جهة العلو وأنه مستوي على عرشه باء من خلقه فإن 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 إنقاذ فإن إنقاذ لما دل عليه الكتاب والسنة الأجماعة وإلا فهو كافر مرتد عن الإسلام يعني من يقول أن الله موجود في كل مكان هو كافر مرتد عن الإسلام الله ما لهش علاقة بخلقته ولا يمكن أن يوجد مع خلقته فوجوده هو وجود المعرفة هو يعلم ويعرف وده موجود أيضا في فتوى أخرى إسلام وعلى صفحة إسلام ويب الإجابة على الرد على من يقول بأن الله موجود في كل مكان الذي أدلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة والتبعون وإمة الإسلام أن الله تعالى مستوي على عرشه وعرشه فوق سماواته باء من خلقه وإن معنى قوله هو معهم أينما كانوا إلى آخر أي بعلمه الله موجود معنا بعلمه وقد سبق بيان ذلك مفصلا تحت الفتوى رقم كذا طيب نسمع كلام ده في أول فيديو أنه ما ينفعش نقول أن الله موجود في كل مكان أين يوجد الله فلا يقال أن الله في مكان بحيث أن هذا المكان يحوي الله لا الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى طيب أين الله إذن أين الله جل وعلا فنحن عقيدتنا أن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى وإذاك من أسمائه العلي سبحانه وتعالى فوق وثم استوى على العر علو المكان فالله في مكان عالي جدا وليس المكان محيط به ولكن يريد أهل العلم عندما يقوم في مكان يريده أي في العلو سبحانه وتعالى طبعا هم بيحاول بيحاول يقول كده لأنه عنده مشكلة كبيرة لو قلت أن الله موجود في كل مكان يعني هل الله موجود في أي مكان هل الله موجود في الأماكن اللي الإنسان ما يحبش يبقى موجود فيها هل الله موجود في الحمامات ده اللي بيفكر فيه المسلم هو بينفي بينفي وجود الله في كل مكان لأنه عنده مشكلة كبيرة السبب وراها أنه هو شايف أنه فيه أماكن الله يكون موجود فيها وأماكن الله لا يمكن أن يكون موجود فيها وده اللي بيؤهر لنا في الفيديو التاني نفس ال... الدعاية بلنا نفس الكلام إنه إزاي نقول إن الله موجود في الحمامات نسمع الفيديو رقم اثنين الله في دور الخناء الله في البارات هذا ما يجوز هذا الكلام هذا فيه يعني طعن في الله سبحانه وتعالى كيفه أن الله تبارك وتعالى يقول آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فاشهدوا يشيروا إلى السماء ويسأل جاري أين الله في السماء فيقول اعتقها فإنها مؤمنة كل النصوص يا عيسى أني متوفيك ورافعك إلي كل النصوص تدلع أن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى طبعا لو حاولنا نسأل أسئلة منطقية ما فيش إجابات ومش هتلاقي إجابات المسلم مش هقدم لك إجابات المسلم هتقوله طب معنى الاستواء إيه مش معنى الاستواء إنه جلس هل معنى حرفي ولا معنى رمزي كويس الله في السموات فين السموات طب كيف يكون الله في السموات يبقى الله منعزل ومنفصل عن الخليقة كيف يقول كيف نقول أن الله معنى هو كل تفكيره عن الله إن الله ملوش علاقة بينا ووجوده محدود هو كبير أوي للدرجة إنه يعني يسع ويضم إليه الخليقة لكنه ليس مع الخليقة ولا يمكن أن يكون موجود مع خلقته إحنا مش بنقول إن الله بيتحد بالخليقة لا 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 الله منفصل عن الخليقة الله شيء والخليقة شيء الله هو الخالق والخليقة هي المخلوقات بتاعته الله روح هو الذي أوجد المادة هو الذي أوجد الزمان هو الذي أوجد المكان هو يسمو فوق المكان هو يسمو فوق الزمان لا يوجد مكان يحدى الله ولا يوجد زمان يحدى الله أجي إلى تعليم الكتابية وهاجي على بعض أكلم عن نقطتين أخرين متعلقين بالتعليم الإسلامي لكن خلينا أرجع لكتاب ماذا يقول الكتاب عن الوجود الكل لله مع أن التعبير omnipresence أو الوجود الكل لله تعبير مش موجود ككلمة أو تعبير في الكتاب المقدس إلا أن حقيقة وجود الله في كل مكان حقيقة واضحة جدا وضوح الشمس ولا يمكن أبدا أن أي إنسان يقرأ الكتاب المقدس أن ينكر حقيقة وجود الله في كل مكان أي شواهد اللي بتدل على كده لا يمكن الإنسان أن يحرب من الوجود الفعلي لله اللي بينسمي ontological presence الله موجود فعليا الله ليس مادة ولا يمكن لمكان أن يحد وجود الله لكن الله فعليا موجود وموجود في كل مكان بكامل ذاته لأن الله موجود في كل مكان في الكون هو عاضد كل الأشياء بكلمة قدرته هو موجود هو موجود مع المتألم هو موجود مع الخائف لله هو موجود مع شعبه موجود مع أولاده هو موجود أيضا ومجيئه أيضا بيعني الدينونة للأشرار والخطأ ونشوف الأجزاء دي لكن الله فعليا موجود موجود بذاته طيب يقول لنا إيه الكتاب أرمية النص ده في أرمية مهم جدا الرب هنا بيتكلم بيقول ألعلي إله من قريب يقول الرب ولست إلها من بعيد يعني هل أنا إله يعني قريب إلها من قريب ولا أنا كمان إله من بعيد إله يعني وجوده في كل مكان إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفى ما أراه أنا أنا إنسان اللي بيفكر إنه استخبى من ربنا كان ربنا بيقوله هو هتقدر استخبى مني إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفى ما أراه أنا يقول رب أما أملأ أملأ أنا السماوات والأرض يقول رب وقلنا كلمة أملأ ليس معناها إنه ربنا ضخم أوي 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 للدرجة إنه يملأ المكان لكن معناها أملأ إنه وجودي في كل مكان موجود بذاته في كل مكان بكامل ذاته فالله زي ما هو موجود معايا الآن موجود أيضا مع الآخرين في أماكن أخرى بعيدة بكامل شخصه لأنه هو الله فيقول الرب هنا أما أملأ أنا السماوات والأرض يقول الرب حضوري يملأ السماوات والأرض عشان كده مزمور 139 بيقول لنا الحقيقة دي بكل وضوح بيقول لنا إيه بيقول أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك وإن فرشت في الهوية فها أنت وعلى فكرة مش بيقوله إنه يدك هناك وقلبك في حتة لا لا أنت بذاتك بكمالك إذا صعدت إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك وإن فرشت في الهوية فها أنت إن أخذت جناحي الصبح وزكنت في أقاس البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك فقلت إنما الظلم تخشاني فالليل يضيء حولي الظلم أيضا لا تظلم لديك والليل مثل النهار يضيء كالظلم هكذا النور أهرب منك فين أنت في كل مكان في السماوات وفي الأرض في أقصى اليمين وفي أقصى الشمال أنت في كل مكان وده الحق الذي يعلمه لنا الكتاب أن الله موجود بكامل شخصه في كل مكان ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يهرب من وجه الرب أو أن يختفي عن وجه القدير كمان يقول لنا إيه في أعمال 17 بوليس الرسول وهو في أثينا وبدأ يعز الجموع الموجودة في أثينا ويتكلم عن الإله الذي يجهلونه هم يعبدون أليه كثيرة وثانية لكن هناك إله هم يجهلونه فبدأ يقول لهم عن هذا الإله يقول لهم لكي يطلبوا الله كلم عن الأمم لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدوه مع أنه الحقيقة بقى مع أنه عن كل واحد مننا ليس ببعيد ربنا مش بعيد عنا ربنا مش موجود معانا بمعرفته ربنا موجود معانا بذاته بشخصه وهناك فرق كبير جدا بين الاثنين الله موجود معايا الله قريب مني ودوى سر عزاء وسر تشجيع وسر تعديد الإنسان المتألم الذي يكتاز في مآسي وألام شديدة أن الله معه لأنه يقول لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد يعني إحنا من خيره ما نقدرش لا نوجد ولا نتحرك ولا نعيش وجودنا مرتبط بوجوده مرتبط بوجوده حياتنا مرتبطة بوجوده معانا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائهم أيضا لأننا أيضا زريته وطبعا لا يفهم من هذا زريته بالتناسل فحاش للرب لكنه نحن أبناء الله أو زرية الله أو خليقة الله نحن ملكه بالخلق أن الله ليس عنا ببعيد إيه أكتر حاجة ممكن تعزيك كإنسان متألم أكتر من حقيقة أن الله موجود معك يسمع لك يعرف أناتك يسمع لصلاتك موجود معك كمان يقول لنا كتاب في رمية عشرة يقول لنا كده أما البر وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا لا تقل في قلبك من يسعد إلى سماء تقول ش أنه يعني من يسعد للسماء عشان يأتي لنا بالبركات من السماء من يسعد إلى سماء أي ليحضر المسيح وكأن المسيح بعيد في السماوات ما تقول في قلبك أنه من يسعد إلى السماء لكي يحضر المسيح أو من يعبط إلى الهوية ليصعد المسيح وكأن المسيح بعيد عنك هو الصورة اللي عايز أقدمها أنه بعيد عنك وليس في متناول يدك وليس قريب منك هي دي الصورة اللي بينقش هنا الرسول بوليس أمال إيه إيه الصح يقول الصح أن الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك أي كلمة الإيمان التي نكرز بها المسيح قريب منك المسيح قريب منك كلمة الإيمان قريبة منك المسيح ليس في السماء يعني بعيد عنك ولا هو في أماكن أخرى يعجز أن أنت تصل إليها لكن الرب قريب منك موجود يونان يونان كان فكرته غلط يونان يوم فكر في وجود الله فكر فيها بطريقة خاطئة وعش كده يونان اختبر أن الله موجود في كل مكان وأنه مش ممكن أبدا يقدر يهرب من وجه الرب للي ما يعرفش فينا قصة يونان يونان ده كان أحد الأنبياء اللي رب قال له يا يونان أنا عايز أبعثك إلى مدينة نينوة علشان تكرز فيها للناس الأشرار هناك فيتوب ويرجعوا عن خطياته يونان ما حبش يروح لنينوة قد تدفع بسبب العنصرية بسبب كره للأمم لأسباب كثيرة فقال لي ربنا قال لي أروح نينوة أنا أحسن حاجة أهرب من وجه الرب أهرب من وجه الرب أنا أروح لحتة تاني بعيدة خالص علشان يروح لنينوة مش محتاج أنه ياخد سفينة لكن عشان يروح لنينوة محتاج أنه ياخد طريق آخر لكن يقول الكتاب فخاف هنا فقام لنينوة فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب من وجه الرب طيب ناخد الأخت فريال من إنجلترا ألو أخ أشرب أهلين أخت فريال كيف أهلا بك سلام نعمة المسيح معاك كيف أخت فريال مفتقدين لأول مرة أحكي معاك بالسنة الجديدة كل سنة حضرتك طيبة الله 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 يخليك وأنت كمان أخ أشرب في أمثال سفر أمثال إسحاح 15 عدد 3 يقول الوحي الإلهي في كل مكان عيناء الرب مراقبتين مراقبتين الطالحين والصالحين والرسول بولس قال أيضا الذي نزل هو الذي سعد أيضا فوق جميع السموات لكي يملأ الكل المسيح له كل المجد اللي هو الله المتجسد له كل المجد هو الآن طبعا في السماء قال لأنه حيث ما اجتمع اثنان أو ثلاثة بإسمي فهناك أكون في وسطهم فأحنا إلهنا وإيماننا المسيح أنه إلهنا له كل المجد موجود في كل مكان مثل ما وضحت الرب يباركك دكتور أشرف لكن هم مشكلتهم إلههم حدو حدو بمكان واحد من يسلون يسلون خمس أوقات في زماء أزمن يعني أوقات معينة لمن يسلون يسلون يوجهون للقبلة لأنه الله بس موجود هناك موجود بغير مكان ثم استوى على العرش ماذا يقصدون يعني الله هو هو جسم هو إنسان حتى يجلس على العرش يعني بعيد كل البعد إيمان بالله كلي الوجود عن إيمان المسيحي نشكر الله على هذا الإيمان نشكر رب فالرب يفتح عيونهم ويعرفون آمين الإله الحقيقي القدوس والإله كلي الوجود آمين أخي أشرف عندي سؤال الضوء الماضي كانت الحلقة رائعة جدا لكن المشكلة ده أتابع حضرتك على الإنترنت كان يعني تماما ما قدرنا نشوفه كان حصل إشكال بالباث أو شي فأنا أتوقعته راح أتعيد مرة أخرى البرنامج ما الأسبوع الماضي فما بعرف حضرتك راح أتعيد ولا لا لأنه برنامج جدا نعم هو لو 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 رحت على اليوتيوب وكتبت عبر كتاب حلقة 391 هتجبلك الأسبوع اللي فات موجودة على اليوتيوب نعم لأن كانت حلقة حلوة أنت خاريف بعض الشيوخ المسلمين اللي ذكروا أنه الزواج من واحدة يعني هو ما موجود بالكتاب المقدس لكن الكنيسة هي اللي اخترعته فتخاريف كثيرة ونكاة كثيرة والرب يلمس خلوبهم ويفتحد مظتم ويعرفون الإله الحق القدوس ووصاياه الرائعة والسامية ربنا يبركك ونسعد دايما بمدخلتك الله يخليك تسلم وأنا أحد دائما أتابع أشكرك ربنا يبرك الله معك فهي يونان 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 بتفكير البشري أنا أهرب من وجه الرب هل يستطيع إنسان أن يهرب من وجه الرب فخاف الرجال جدا لما حصلت النوء أو البحر فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له لماذا فعلت هذا فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم ياريتنا ما نعملش زي يونان لا يمكن أبدا الإنسان أن يهرب من وجه الرب يهرب من وجه الناس ممكن تهرب من نفسك لكن لا يمكن أبدا أن تهرب من وجه الرب وعشان كده في مش بس معضلة الإسلام في الجالس على العرش المستوي على العرش وتسمع بقى تفسير جلسة يعني جلسة ولا جلسة بمعنى الاستواء الاستيلاء السيطرة العلو كلها محاولات واستواء الله غير استواء الإنسان ومحاولات يعني مستميتة لتبرير أو تفسير يعني استواء على العرش لكن كيف يربط المسلم بين استواء الله على العرش وحسب وحسب إيمانهم ونزولوا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يعني ربنا بينزل في الثلث الأخير من الليل كويس في كل ليلة طبعا والثلث الأخير من الليل دوا ممكن يبقى عندي أنا ليل ممكن يبقى عند حضرتكم نهار فكيف يكون الله مستوي على العرش وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من هل توجد إجابة هل نسمع الفيديو رقم ثلاثة اللي بيقدم لنا إجابة شافية وافية لهذا السؤال كيف نربط بين استواء الله على عرش ونزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل واختلاف الأوقات في البلدان وليش تربط أحيي دي الإجابة الإجابة بكل بسوط بساطة ليش تربط ليه تحاول أنك تربط دي حاجات ما تتربطش مع بعض طب هو ده مش الإيماني اللي أنا محتاج أفهمه أنت بتقول لي أن الله مستوي على العرش وفي نفس الوقت بتقول لي أن الله بينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل طب كيف ده وكيف ده الرد هو ما تسألش الأسئلة دي كمل الأخير من الليل واختلاف الأوقات في البلدان وليش تربط يعني ما تحتاج تربط هذا أمر الله شأن الله جل وعلا لا يخوض في هذه الأمور الغيبيات فالأصل عدم الخوض في هذه الأشياء لأنك في النهاية لن تصي نتيجة لأن هذا غيب والأصل في المسلم لا يخوض في أمور الغيبي يقول سمعنا وأطعنا وآمن وصدخنا الأصل في المسلم أنه لا يخوض في أمور الغيبيات ما تحاولش تفهم ما تحاولش تسأل أسئلة وما تحاولش أن أنت تجد إجابات لها لأنك لن تجد لكن إيماننا المسيحي يحترم عقلنا الله موجود في كل مكان بكامل شخصه في كل مكان الله موجود معنا وليس بعيد عنا كمان الله لا يحد بمكان فهو يسم فوق المكان ويسم فوق الزمان الله لا يحد لا يوجد مكان أبدا يحد الله ما ندرش وده السماوات وسماء السماوات لا تسعوا وكلمة أيضا لا تسعوا لا تعني في إيماننا المسيح أن الله ضخم أوي 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 راجل كده تخين خالص حجمه أكبر من السماوات فتلاقي جزء في الشرق وجزء في الغرب ليس هذا هو إيماننا المسيح لكن السماوات لا تسعوا بمعنى أنه موجود في كل مكان فكان بالأقل هذا البيت الذي بنيت وما لما نقول أن الله موجود في هذا المكان بمعنى أن الله أظهر وجوده بصورة مرئية في هذا المكان لكن هذا المكان لا يحد الله الله أعلن عن حضوره بصورة واضحة جدا زي ما الله أعلن عن حضوره في الليقة لما تكلم مع موسى زي ما الله أعلن عن حضوره أيضا مع شعبه في عمود السحاب وعمود النار الله يعلن عن حضوره الله أيضا بيعلن عن حضوره بصورة واضحة جدا وسط شعبه لما لما الجبل اهتز ولما أيضا نار ودخان في جبل سينة ده إعلان لحضور الله لكنه لا يمكن أن يحدى الله بجبل ولا يمكن أن يحدى الله بعليقة ولا يمكن أن يحدى الله بهيكل ويظهر حضوره بصورة واضحة وجالية تبنيجي هنا يقولينا أيضا في إشعياء ستة وستين هكذا قال رب السماوات كرسية والأرض موت قدمية وعايز أقول أنه أنه حضوري بيملأ كل الكون سماوات والأرض ما تفكرش أنه ربنا في السماء في السماء السبعة قاعد على العرش مستوي على العرش بعيد عنك لكن الله موجود أين البيت الذي تبنون لي وأين مكان راحتي وكل هذه صنعتها يدي فكانت لي هذه يقول رب وإلى هذا أنظر إلى المسكين والمنصحك الروح والمرتعد من كلامي أنه أنه مش بس ببص الأماكن اللي أنتو بتقدمها لي علشان تكون أماكن مقدسة لا أنا بنظر إلى القلوب أنا 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 القلوب المؤمنين إلى المسكين والمنصحك الروح أنا أسكن معه وأقيم معه علاقة وأكون قريبا منه فالله لا يحد لا بمكان ولا بزمان يقول هنا أيضا في عمل سبعة استفانوس في العزة بتاعته قبل ما يعني يكون كأول شهيد للمسيحية لكن العلي لا يسكن في هياك المصنوعات الأياد كما يقول النبي السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي أي بيت تبنون لي كل رب وأي هو مكان راحتي أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها كلها يدي صنعت السماء والأرض وكل ما فيها الله موجود وموجود في كل مكان بكامل شخصه فيه زي ما قلت بنسميها الوجود الفعلي لله ontological presence ده الوجود الفعلي لله لكن كمان فيه وجود روحي لله بمعنى ايه وجود روحي بيطلق عليه او وجود ethical and moral and spiritual كويس الله الوجود الروحي لله هو ان الله له علاقة خاصة بشعبه هو وجود فعلي لكن هناك وجود علاقة خاصة مع شعبه من خلال هذه العلاقة او حضور روحي الهي ينالي الانسان البركات الروحية والنعم هناك علاقة عهد بين الله وبين شعبه هناك علاقة حضور الله روحيا علاقة روحية قائمة مش بس الله موجود لكن هذا الاله اللي موجود هو ابي وانا احب وهو يحبني ولنا معه علاقة شخصية ده المقصود بها عشان كده لما نقرأ في الكتاب المؤدس الرب يقول كده وجهي يسير فاريحك حضوري مع شعبي هو الذي يريح شعبي فقال له موسى طبعا ان لم يسر وجهك فلا تسعدنا منها هنا بمعنى ايه بمعنى انه الله موجود اه لكن ان لم تكن انت قريب منا في علاقة معنا روحية ثلاثة سعدنا ما كل الشياطين يؤمنون ويكشعرون ويؤمنون بوجود الله ويكشعرون لكن اللي يفرقني انا عن غيري اللي يفرقني انا عن غيري هي هذه العلاقة الشخصية بيني وبين ربنا حضوره بصفة خاصة وبصورة خاصة لحياتي وده اللي بيختبره كل شعب الرب وده اللي بيختبره كل المؤمنين يقول كده فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت اليهم لاجل عهده مع ابراهيم ويعقوب وصحاق ويعقوب ولم يشأ ان يستأ سلهم ولم يطرحهم عن وجهه حتى الان وكأن ممكن ترى الاية دي اللي يعني الله واقف كده شخص محدود وهو مجرد بيترح شعب ولا لا كأنه بيقول انه لا اقيم علاقة معهم فيما بعد لكن لاجل حنو ولاجل ايضا العهد الذي قطع مع ابراهيم وصحاق ويعقوب هو لن يطرحهم بل سيكتمل ويكمل في علاقة معهم كشعب خاص له طيب سفر المزامير بنلاقي الحضور الالهي دوا في حياة شعب وبصورة واضحة قوي ويس يقول لنا ايه سفر المزامير يقول لنا تعرفني سبيل الحياة امامك امامك شبع سرور امامك في حضورك شبع سرور ازاي في العلاقة اللي بتربطني معاك يا رب انا بجد شبع سروري بجد السرور وبجد الشبع في هذه العلاقة اللي لما تكون فيها انت ابي والهي ده المؤمن وكمان مزمور 51 لما اخطأ داود و ووجه بخطياته صلى داود هذا المزمور يقول للرب لا تطرحني من قدام وجهك ما تقطعش العلاقة معايا العلاقة اللي كانت بيني وبينك يا رب ما تقطعهاش لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني دي العلاقة الروحية الخاصة اللي ما بين المؤمن وما بين الرب الله موجود وموجود في كل مكان لكن هناك علاقة خاصة بين الرب وبين المؤمنين هذه العلاقة بتؤثر فيها الخطيئة سلبا والعصيان سلبا لأن الله قدوس وداود لما أخطأ بيجي لرب وبيعترب بخطيئته بخطيئته وبعدين يقول للرب لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني كمان في مصمور ما يقول اعبد الرب بفرح ادخلوا إلى حضرته بترنم ادخلوا إلى العلاقة معاه والشركة معاه بترنم كنوا قدامه كشعب لي مرنمين ومسبحين الحضور ده مهم جدا حضور روحي علاقة روحية العلاقة دي اتكلم عنها الرب يسوع بقى بكل وضوح من خلال شخصه يسوع قال ايه للمؤمنين يسوع قال عبارات جميلة جدا جدا بتقول اجاب يسوع وقال له ان احبني احد والتمتع بحضور الله الروحي مرتبط بالمحبة اللي بتربط المؤمن بالله والله بالمؤمن ان احبني احد يحفظ كلامي ويحبه ايضا مين ابي واليه نأتي وعنده نصنع منزلا هل معنى هذا ان ان الله حد بقلب الانسان وبحياة الانسان لا لكن هناك علاقة خاصة علاقة خاصة ما بين المؤمن الذي يحب الرب ويحفظ وصياه علاقة روحية خاصة يتمتع بحضور الهي خاص فيه شبع وفيه ارتواء عشان كده المسيحية ليست ديانة فيها صلوات مفروضة عليك في وقت معين فيها عبارات لازم ترددها سواء فهمتها ما فهمتهاش سواء كنت عايز تعملها ولا ما كنتش عايز تعملها فيها فروض المسيحية هي علاقة هي هي حضور الله في حياة المؤمن بعلاقة خاصة عشان كده المسيح لو كل المجد قال قال للمؤمنين اذن اجتمع اتنين او تلاتة باسمي هناك اكون في وسطهم طب اذا اجتمع اتنين او تلاتة باسمك في مصر هتكون في وسطهم لكن لو اجتمع اتنين تلاتة باسمك في يوكرانيا في روسيا هكون ايضا في وسطهم اي نعم في حروب هذه الايام لكن هيكون في وسطهم الله في وسطهم كل مؤمنين بيجتمع باسم الرب الله في وسط طب الله في وسطهم ازاي هل الله في وسطهم بيده او بقلبه او بفكري لا الله في وسطهم بزاته بكمال شخصه كمان الرب يسوع قال عبارة جميلة جدا ومش ممكن ابدا اي حد يقول الكلام ده ان لم يكن ان لم يكن كله الحضور وكله الوجود مش ممكن وإلا يصير الكلام ده ملوش اي معنى يعني الكلام الرب يسوع اللي قاله حيث اجتمع اتنين او تلاتة باسمي فهناك اكون في الوسط باي صفة تكون في الوسط ازاي ده ما فيش انسان يقدر يعملها وبعدين يقول فهناك اكون اكون انا 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 في وسطهم ان لم يكن كله الوجود وبعدين يقول تلميذ قبل ما يترك هم هذا الوعد يقول لهم اي فاذهبوا وتلميذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وبعدين الوعد الجميل ايه وها انا معكم كل الايام يعني انا معكم وفين وفي كل الايام الى انقضاء الدهر انا معكم طب ازاي يكون معنا ان لم يكن كله الوجود ازاي يكون معنا وباي كيفية يكون موجود معنا وهو كان مع الكنيسة الاولى ومع الكنيسة الى يوم هذا هذا وسيظل مع الكنيسة الى يوم مجيئه ايضا في مجده مش ممكن يقول الكلام ده شخص عادي ولو قاله شخص عادي يبقى غير حقيق ها انا معكم ها انا معكم كل الايام في كل زمان وفي كل مكان الى انقضاء الظهر واضح الفكرة الجمال اللي بيعلمه الكتير المؤدس وشكده عقيدة الوجود الكل هي هي مصدر تشجيع وتعديد وتعزير المؤمنين هي اللي بتخلينا نصلي وهي اللي بتخلينا نحتمل الام الزمان الحاضر وهي اللي بتخلينا ايضا نتم مقاصد الله في حياتنا وهي اللي بتشعرنا ان احنا لسنا متروكين في هذا العالم تتخبطنا الامواج من كل نحية وهي ايضا اللي بتعطينا ايمان ان كل الاشياء تعمل معنى الخير للذين يحبون الله وهي ايضا اللي بتسند نا وتعددنا في تجارب هذه الحياة هو معايا موجود معايا بذاته وموجود مع المؤمنين في كل مكان الله موجود في كل مكان بكامل شخصه بكامل شخصه انما الاله اللي قاعد في السماء ده على كرسيه ومستوي وفي السماء السبعة ولا يعرف ولا يكون معنى الا بعلمه الا بعلمه ده اله ساكن في برج عالي مش كده الرحمن على العرش استوى ناخد الفيديو رقم خمسة الفيديو رقم خمسة وبيقول لنا يعني استواء الله على العرش مستوى على عرشه نحن نعتقد ان الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه مستوى على عرشه ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية كما في حديث معيو بن الحكم السلمي وهو حديث صحيح نروه مسلم وقال لها علي الصلاة والسلام من انا قالت انت رسول الله قال لها اين الله فهذا سؤال مشروع ابتداء قال لها عليه الصلاة والسلام اين الله قالت في السماء فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الجواب وقال لمروان اعتقها فانها مؤمنة اعتقها فانها مؤمنة فنحن نعتقد ان الله جل على في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بكماله فهو يعتقد ان الله ماله في السماء مستوى على عرشه ولا يمكن ابدا ان يقول ان الله معه وانه موجود معه طيب الخطيئة بتؤثر الخطيئة بتؤثر سلبا على الحضور الروحي للرب هو موجود زي ما قلت انتولوجيكالي او حضور فعلي موجود لكن العلاقة الشخصية بين الرب وحضوره روحيا في حياة المؤمن بيأثر عليه حاجة اسمها الخطيئة عش كده في تكوين ثلاثة قوليه وسمعت وسمعا وسمعا صوت الرب الاله ادم محاو ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ ادم وامرأته ايه ده بسبب الخطيئة ادم على طول جال الفكر الغلط عن الله بسبب الخطيئة اعتقد انه انه ممكن يختبئ من الله بسبب الخطيئة فاختبأ ادم وامرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة خطيئة بتفصل الانسان عن الله كمان يقولنا في ملوك التاني لأنه لأجل غضب الرب على أرشليم وعلى يهوزة حتى ترحم من أمام وجهه ترحم من العلاقة والشركة بسبب الخطيئة عبادة الأوثان كسر وصايا الله إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب طيب لكن ناجي للنوتة تانية حضور الله ايضا مش بس روحيا لكن حضور الله في مرات كثيرة بيعني مجيء للدينونة لما تكلم عن مجيء رب وعن حضور الله هو بيعني إنه إظهار لدينونة الله زي ما هو زي ما حضور الله بيعني خلاص للمؤمن حضور الله بيعني هلاك للخاطئ يعني حضور الله لشعبه في أرض مصر كان يعني لشعب إسرائيل الخلاص إن ربنا هيخلصهم لكن كان أيضا نفس الحضور بيعني للمصريين ولفرعون الدينونة الإلهية الدينونة الإلهية عشو كده يقول لنا إيه يقدم الصورة التصويرية الجميلة دي إنه إزاي إزاي الدينونة جاية وإزاي إن الله آه سيأتي بدينونة يقول ذابة الجبال مثل الشمع قدام رب قدام سيد الأرض الله الذي يهتم بقلب الإنسان وبمشاعر الإنسان والذي أيضا يكون مع الإنسان المتألم في ألامه عندما يأتي بدينونته تذوب الجبال قدامه مثل الشمع دينونة تتصوير للدينونة الإلهية يقول لنا أيضا في مضمور 68 الأرض ارتعدت السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله أمام وجه أعلان لدينونته في شعياء 54 يقول ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك تتزلزل الجبال كما تشعل النار الهشيم وتجعل النار المياه تغلي لتعرف أعدائك اسمك لترتعد الأمم من حضرتك لما ياتي الرب بدينونة تتزلزل الجبال وتشتعل النار كالهشيم للدرجة أنه المياه تغلي لتصوير الله موجود الآن لكن الله موجود وموجود قريب من كل واحد فينا هو ليس عنا ببعيد عشو كده من أجمل الأسماء اللي أطلقها الكتاب المؤدس على الرب هو اسم عمانويل يعني إيه عمانويل يعني الله معنا تب ازاي الله يكون معنا لو هو جالس على العرش مستوي وإحنا تحت هنا الله معنا وأجمل أجمل صورة لمعيط الله معنا كانت في شخص يسوع المسيح عندما أتى إلى عالمنا الكلمة صار جسدا وحلى بيننا الله ليس عنك ببعيد وصدقني لو أنت بتصلي وبتطلب الرب هو ليس عنك ببعيد هو بيسمع صلاتك ويسمع أناتك وقريب جدا ويتدخل في ظروفك ويحبك ويريد قلاصك الرب قريب للذين يدعونه إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر